المسموح له فقط الاب اذا احتاج الاب يأخذ اذا احتاج من مال ابنه من غير استئذان فقط وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة فالاب ما بصير تقول ان ابي سرق مالي ان امي سرقت مالي ما بصير وعندما فعل ذاك الصحابي وقال يا رسول الله ان ابي سرق مالي قال له انت ومالك لابيك انتهى الاب والام خط احمر ما تحتاج الكلام عن الحاجة بش يعني زيادة عن ما تحتاج اخذوا من غير استئذان اذا استاذنوا فاعلم انك مقصر في برهم اذا الام تستاذن في ثلاجتك يعني لا تفتح الثلاجة براحتها قل لك بعد اذنك يا ابني بدأ اذا قلت لك بعد اذنك يا ابني اعرف انه انت الان وضعك صعب في البر وزوج مين بدا تستاذن زوج تلك لا حول ولا قوة الا بالله لا لي ووالدك مين استاذنها ولا استاذنه لا مين لا اله الا الله كيف رباك وكان يرفع اللقم عن فيه ويطنك اياها انا اعرف عشرات الاباء يلبسون اقل انواع الملابس ويشربون في وسط البلد قايا شارين شوية فلافل وحطين عليه شطة وكذا كل ورغيف خبز كل هذا ليوفر الطعام والشراب لأولاده وجار البيت والمي والكهرب الاولوية ليس له الاولوية لمين للاولاد وانت عندما كبر تريد من ابيك ان يستاذنك هذا باطل شرعا وعرفا وادبا واخلاقا الاب يأخذ من غير استاذان والاوم تأخذ من غير استاذان مدام احتاجوا وهل تنتظر من ابيك حتى يحتاج حتى يأخذ ايضا انت ايش مقصر في البر مقصر كثير تريد ان تنتظر من ابيك ان يطلب انت مقصر البر ان تقدم لوالديك من غير ان يطلب اذا طلب منك كاسة ماء مقصر العصل انك انت تجيب له الماء قبل ما ايه يطلب اه دك تدرس نفسيته بدك تدخل السرور الى قلب وقل لهما قولا كريم الكلام اللي بتطلع من فيك بدك تعده قبل ما اصمد فاذا رجعنا اخواني في الله قال